موسيقى مساء الخير والسعادة والجمال على كل مشاهدي برنامج طبيب الصحة والجمال مع تقدم التكنولوجي والتطور اللي بيحصل في الطب، في عمليات السامنة والنحافة فأصبح دلوقتي فيه تساؤلات كتيرة قوي حوالين عمليات بتاعت السامنة والنحافة والعلاج وفيه غلط فيه منها الغلط وفيه منها الصح وكمان العمليات اللي هي طاعت النحت قوام ده عليه تساؤلات كتيرة جدا برضو فيه منه الصح وفيه منه الغلط وازاي بيتموا هل الناس معينة هي اللي لها العمليات دي ولا بتختلف من الناس وبتختلف على حسب كل واحد ليه طريقة معينة هينسبوا العملية او مش هينسبوا العملية وعشان كده احنا النهاردة موجود معنا ضيفنا الدكتور مصطفى ميكي استاذ واستشاري جراحات التجميل والجراحات الماكروسكوبية بطب الازهر واستشاري بمملكة العربية السعودية والكويت اهلا بحضرتك يا دكتور حالا بيك يا صباح الخير عليك وصباح الخير على السادة المشاهدين وسعيد بوجيدي معكم في هذا البرنامج حضرتك مش عرفنا طبعا النهاردة يا دكتور النهاردة يا دكتور هنتكلم في موضوع مهم طبعا وهو نحت القوام بعد عمليات التكميم احنا كنا عايزين نعرف من حضرتك يا دكتور مين هم المرضى اللي بيحتاجوا العملية دي وهل عملية نحت القوام بتختلف من اللي عنده يعني اللي عامل تكميم عن الشخص العادي اللي هو عايز يجي اعمل نحت القوام فمحتاجين نعرف ده أكتر من حضرتك بالتفاصيل يا دكتر طيب تمام أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى العالي وصحابي أجمعين المرضى اللي بتعمل لهم تنسيق قوام أو شد التراهلات بعد عمليات التكميم هم نوعية مختلفة من مرضى التجميل أو مرضى الجمال في المراجع العلمية بيسموهم الماسف ويت لص بيبيوليشن كلمة بيبيوليشن يعني طائفة من الناس أو مجموعة من الناس ماسف ويت لص يعني فقدوا كمية كبيرة جدا من وزنهم أحيانا في ناس منهم بتفقد أكتر من 50% من وزن الجسم أو الوزن الزائد في ناس بتفقد 30 كيلو 40 كيلو على حسب السمنة اللي كانت موجودة قبل إجراء هذه العملية دولا بيختلفوا عن المرضى اللي هم راحين كده يعملوا عملية شد بطن فقط لغير أو صغير سدي أو رفع سدي طبعا أغلب هؤلاء المرضى سواء كانوا داخلين يعملوا عمليات بغرض التجميل أو المرضى اللي هم عملوا عملية التكميم أغلبهم حقيقة من النساء يعني أكتر من 80% منهم من النساء نتيجة السمنة المفرطة طبعا تحب الأكل كتير وبتحب تحتمل بشكلها برضو في نفس الوقت في نفس الوقت يعني هي معادلة صعبة شوية نحاول نعملها كلنا فهم اللي بيحصل أنه بيتعمل عملية التجميل وانتشرت هذه العمليات وشد الترهولات لهؤلاء المرضى في الفترة الأخيرة بنسبة كبيرة جدا نظرا لانتشار عمليات التكميم وعمليات تحويل المسار اللي تغلبت إلى حد كبير جدا على انقاس الوزن بالطرق التقليدية أو الطرق العادية يعني كان زمان كنت ممكن وما زال إلى حد ما في بعض الناس أو بعض المرضى لا يفضلوا إجراء هذه العملية اللي هي لها يعني نقدر نقول عواقب بنشوفها بتختلف عن المريض اللي أنقاس وزنه بطريقة تويعية أو تقليدية بالإقراس أو بطريقة تغذية أو تغيير اللايف ستايل اللي هو أسلوب الحياة مشكلة المرضى دول أنهم بالضبط بعد عملية التكميم بيحصل سقوط سريع جدا في الوزن يعني الموضوع بيشفق إلى حد كبير جدا يعني البدلة اللي أنا لبي سديت البدلة دي مناسبة لشكل جسمي أو للمورفولوجي بتاع جسمي لو عملت تكميم معدى أو تحويل مصار فجأة البدلة دي بتفضى فبتترهل بالضبط فبتحتاج أن إحنا ندايقها ندايقها لا مش مجرد أنك تدايقها أو أن هي تتضبط على قد الجسم تتضبط بما يتناسب مع شكل الجسم يعني اللازم اللي يشتغل في الموضوع ده يكون أنت مش بتفصلي بدلة من الأول أو مش بتفصلي جلد من البداية ده أنت بتاخد نفس الجلد ده أو نفس الترهولات اللي موجودة دي وبتفصليها على شكل الجسم بتعمل الكونتورز اللي هي التدوير بتاعة الجسم وخاصة في النساء نحب التدويرات بتريقة معينة في بعض الحالات بنقص بس الجلد بعض الحالات بنقص ونشد بعض الحالات بناخد الشحوم دي ونستخدمها أو نعيد استخدامها مرة تانية باسمها ريسايكلينج ناخدها ونملة بها أماكن محتاجة أن هي تزود تضاريس شكل الجسم فالمرضى دولة طبعا مختلفين عن المرضى اللي راح تعمل عملية شد بسط مثلا بعد ولادة متكررة بعد أكتر من سيزيريان سيكشن أو راح تعمل تصغير سادي أو تعليق سادي بالمناسبة مثلا يعني المريضة دي مثلا اللي هي عاملة تكميم معدى أو تحويل مصار بيبقى عندها مثلا تراهل في منطقة السادي مش الهدف إن أنا أزيل التراهلات وبس ده أنا ممكن في بعض الأحيان إن أنا أعمل تدخل يعني أزود السادي ده حجم السادي إما باستخدام الأنسجة أو ما تبقى من الأنسجة نفسها أو إني أحط حشوة سيليكون في السادي من 11 أو نوعية من المرضى اللي هي جامعة بيتسبرج في أمريكا شافت الأماكن اللي هي في هؤلاء المرضى بيحصل فيها تراهلات يعني عملوا كاونتنج أو عدوا عشر أماكن هؤلاء المرضى بيفقدوا الوزن من منبت الشعر حتى إخمس القدمين يعني عندهم تراهلات في الوجه عندهم تراهلات في الخدود عندهم تراهلات في السادي وفي الأزرع وفي الظهر وفي الأرداف وفي البطن تمام؟ حتى درجة مرونة الجلد وشكل الجلد يعني برضو بيحصل تراهلات في الوجه كمان في كل مكان بنحتاج كمان عمليات شد للوجه ممكن طبعا في ناس منهم بيحتاجوا مش بس شد ممكن يحتاجوا إلى عملات حقندهم في الوجه لإن بيحصل فيه شحوط في مناطق معينة خاصة منطقة الوجنة فبيحتاج عايز يظهر شكل الوجه ما يبقاش شكله شاحب دايما الناس بتبوصلوا كده أو بيبوصلها فانت شكلك يعني شاحب أو كده بيكون بارس كمان بالضبط العظم بيبان تمام؟ فالجامعة بيتسبرج يعني كاونتد أو عدت عشر أماكن في الجسم بيحصل فيهم هذه التهرهات بعد عمليات التكميم وتحويل المسار طب يا دكتور احنا كنا عايزين نعرف من حضرتك حضرتك اللي بتقوم بعمليات التكميم دي ولا هي دي حاجة مختلفة عن نحت القوام لا مش جراح التجميل هو اللي بقوم بعمليات التجميل يعني احنا لازم ندي العيش لخبازه ولازم كل واحد يشتغل شغله يعني جراح التجميل وخاصة الجراح اللي هو متمرس في عمليات تنسيق القوام تمام؟ هو اللي بيجري هذه العمليات أما من يجري عمليات التكميم ده جراح خاص اسمه جراح سمنة تمام؟ بيبقى متخصص في المناظير جراح عام يعني أخذ طريق المناظير وطريق التكميم وتحويل المسار وهو اللي بيقوم بإجراء هذه العمليات طبعا أنا ضد فكرة أنه ودي بتحصل في بعض الأماكن للأسف أنه ممكن نفس الجراح هو اللي بيقوم بكل شي وده خطأ فادح لأنه طريقة التعليم مختلفة يعني أنا كجراح تجميل جاي من بداية من بداية ما تعلمت بعد التخرج بعد بداية الماجستير ثم الدكتوراه ثم الترقيق الأستاذ مساعد وأستاذ بشتغل بس جراح التجميل شغلي على الجلد وشغلي على هؤلاء المرضى اللي عندهم تراهولات في الجسم أو قطاع تاني مختلف اللي هو عمليات الإصلاح يعني كل دكتور بيكون ليه التخصص بتاعه الطبيعي أنه هو كده والمفروض أنه هو فيه آليات معينة بتفرضها وزارة الصحة في كل بلد تمام أنه من يقوم بهذه العملات هو فلان ومن يقوم بهذه العملات هو فلان وبيكون معاك شهادات يعني جراح العام أو جراح السمنة بيكون معاها دكتوراه جراح عامة وبيكون واخد دورات متخصصة أو شهادات في المناظير تمام فبيقدر أنه يشتغل الشغلانة دي أما أنه مثلا جراح السمنة يروح يشتغل يعمل تنسيق قوام طبعا ده يعني مشكلة كبيرة ومش المفروض أنه يعني تعدي كده طب هو دكتور الأعمالية بتاعت ناحة القوام دي ينفع تتم في نفس الوقت اللي تعمل فيه تكميم المعدة ولا احنا بنحتاج نستنى شوية لا ما ينفعش طبعا ده سؤال مهم جدا يعني المريض السمنة هو يعني هو مريض قبل التكميم وهو مريض بعد التكميم ولكن مرضه قبل التكميم مرض خطير مرض السمنة ده مرض العصر مرض بيؤثر على جميع أجهزة جسم الإنسان بيؤثر على العين الشبكية التلعين والأوعية الدموية بيؤثر على القلب وهي طبعا من الأمراض المزمنة طبعا المرض السمنة هي طبعا من الأمراض الخطيرة والمزمنة بيقدي إيه بيعمل سكر وبيعمل ضغطه وبيعمل مشكلة في التنفس وكل شيء فالمريض بيتعمله عملية التكميم طبعا يعني مش شرط يعمل عملية التكميم يعني مش ضرورية أو بالضرورية هي عملية التكميم بتختلف عن انقاس الوزن بالطرق التقليدية أو العادية إنه غصبا عنك هتخس يعني بدون ما فيهاش فيها إرادة إنما المريض اللي هو رايح يخس بطريقة معينة أو بيعمل انقاس وزن بالريجيم وبالضايت وبالرياضة وبأدوية أو نظام غذائي معين ده ليه دور فعال ويعمله إرادة بيكون عنده إرادة قوية عادة المريض اللي بيعمل تكميم أو تحويل مصرار مريض بيكونش إلى حد ما عنده إرادة أو عايز يجيب من الآخر بمعنى صحيح مش قادر يستنى ويعمل نظام ضايت بقى ويمشي عليه ولايف ستايل ورياضة والحاجات دي كلها فهو بيحتاج يعمل الحاجة اللي بتبقى أسرع أسرع معي تمام المريض بيعمل العملية سيء النهاردة بننتظر فترة الفترة دي قد إيه بتختلف بقى على حسب نوع العملية واستجابته لإنقاس الوزن قد إيه لغاية لما يوصل إلى مستوى معين غالبا بيسموها زيرو بوينت وده السؤال يا دكتور اللي أنا جاء لحضرتك في اللي هو بقى إيه الخطط والتجهيزات اللي بتتم قبل عملية المحت قبل العملية دي لازم أضمن إن أنا وصلت للزيرو بوينت دي جاءت يعني خلاص أصبح الوزن سابت لفترة ثلاث شهور إلى ست شهور على الأقل ما بيتغيرش وخلي بالك برضو في هذه المرحلة ما بيكونش وصل المريض إلى الوزن المثالي أو اللي هو عايزه لإن بقى فيه شوية نسبة الترهولات الجلد الزايد والشحوم الزايدة دي بتدي وزن وزن شوية زيادة فلما بشيلها برضو بيقلل إيه الوزن طيب بعد ما ضمنت هذه الأمور وضمنت إنه خلاص الوزن نزل وثبت ببتدي أحط خطة علاج بييجي نقعد معاه مرة واثنين تفرجهم على صور حالات عمليات تجارب سابقة تمام ما فيش منع إن إحنا ممكن نديله تليفون لبعض المرضى المتطوعين اللي تم إجراء هذه من العمليات وبيحاول إنهما يساعد الغير يعني شاف إنهو تحسن فبيحاول إنهو من خلال خبرته إنه ينقل هذه الخبرة إلى الآخرين كنوع من التعاون الإنساني من تحفيز بالزبط يعني الموتيفز ليس إجبارا عليه ولا شيء بس إحنا يعني بنتفق معاه والله لو إنت عندك استعداد أو عندك استعداد حضرتك إنه ممكن لو في حد من الأخوة اللي جاي يعمل تعمل عملية التحويق هذا شد بطن أو نحت أو شد ترهولات إنك ممكن بس تتعاديها في التحفيز لإن المرضى لازم يكون محفز فبنقعد معاه وبنشوفها الأماكن وبنصور صور فوتوغرافية للأماكن اللي فيها الترهولات شوف شكل الجلد ونوع الجلد تمام؟ ودرجة الترهولات قد إيهه موجودة في أن الجزء من العشر أماكن اللي إحنا اتفقنا عليهم وحضرتك مش بتجهزه بس صحيا أو للعمال أنت بتجهزه نفسيا طبعا بتأكيد لإن أنا محتاجه بعد كده أنا محتاج عقله وفكره وإرادته بعد كده إنه يكمل وإنه يعني إيه أما يشوف حاجات وارد إنه هو مثلا بعد يعني سيئة أنا عملنا عملية شكل الجرح بعد العملية ودي غالبا بتحصل في بعض الحالات خاصة في البشرة الغمئة إحنا في المنطقة الشرق الأوسط أو في مصر عموما أغلبيتنا بشرتنا غمئة أغلبيتنا بشرتنا أو خمري أو في النصر يعني فبالتالي نسبة حدوث اللي هو الندبات الجلدية واردة تمام ففي المرة الأول ناية بيكون الشد شديد وعنيف وكتير ممكن يحصل في الجلد شوية ندبة جلدية بتحتاج إلى في المرحلة اللي جاية أولا أنا بعملها لإنه مستحيل إن إحنا نجري هذه العمليات على مرحلة وحدة بحتاج إن أنا أعمل عملية تهزيم لهذه الجروح أو إنه بنكتبلهم كريمات أو حاجات أو بنعمل ليزر عشان نحسن شكل الجلد فبيجي بنجلس وزي ما قلت الحضرة كده بنشوف الترهولات قد إيه وبنحط بقى خطة العلاج خطة العلاج دي بتشمل إيه أولا لازم نجهزك للعملية وتجهيز العملية ده موضوع كبير جدا وخاصة في هؤلاء المرضى زي ما قلت لك هؤلاء المرضى اسمهم اللي هما الماسي دولة مختلفين عن المرضى اللي جاية تعمل شد بطن أو شيء اللي اختلاف في إيه إن الجهاز الهضمي عندهم مختلف عشان عملية التكميم اللي حصل تمام طيب إيه اللي اختلاف أنا شلنا أو قصينا جزء كبير جدا من المعدة أو عمل تحويل مسار أصبح استفادة الجسم من الغذى اللي بيخش منه مش كبير وبالتالي جميع جهزة الجسم وخاصة اللي هو النخاع الشوكي وانتاجه لصورة الدم أو المواد المكونة للدم زي الخلايا الدم الحمرة وخلايا الدم البيضة والصفائح الدموية والبلازمة كل ده بيتأثر الكبد نفسه بيتأثر بيتأثر في إيه؟ في إنه برضو انتاجه للألبومين المهم جدا فيه عملية في التقام الجروح يعني بيقل المواد اللي هي مسؤولة عن التجلط البروسرومبن اللي بينتج في الجبد كل الكلام ده هو تلازم إنه أنا أضمن إنه يكون على الأبتمام أو الأحسن مستوى قبل ما أتدخل يعني ما ينفعش إنه أنا أخش أعمل عملية شد بطن وصدر في المريض عنده وهم يجلبوني 8 ده مشكلة يعني طبعا بنشوف التاريخ المرضي بتاع المريض قبل ما بيعمل عملية النحط دي حتى لو هو كان عامل عملية التكميم ومتطمنين إنه هو كل حاجة عنده تمام برضو عملية النحط دي بنحتاج أن إحنا نتطمن على كل حاجة خاصة لازم هو بغالبا هؤلاء المرضى بيمشوا على فيتامينات ما تبقوا لهم من العمر علشان يعملوا استعاضة للمواد المفقودة وبالتالي هذه المواد مش مهمة بس عشان التقام الجروح لا ده مهمة الدكتور التغدير يعني دكتور التغدير طبعا التغدير تقدم في الفترة لفات التقدم كبير جدا وأصبح هناك أدوية مختلفة المريض ده أنا لو كطبيب تغدير هياخد دوة معين بنسبة أقل من المريض العادي تمام ده دلوقتي بقى كمان التغدير بقى بيختلف على حسب المريض طبعا حسب المريض ده إن جاء ما قلتلك ده مريض مختلف طبعا دي حاجة تطمن برضو يا دكتور المرضى اللي عايزة تعمل عمليات التكميم أو نحت القوم بيخافوا من حتة التغدير يعني حصل مشاكل كتير في التغدير للمرضى ومش عارف إيه يعني على مدار حاجات كتير يعني مش كتير بالطريقة المفزعة يعني أنا مش مش شايف يعني إذا كانت حالة أو شيء حصل منهم مشاكل تمام اللي مش معناها أن احنا نعمل على الجميل يعني بيتعمل مئات الحالات يومية مئات الألاف من الحالات يومية على مستوى العالم بزرطة هي القصة كلها زي ما قلتلك خطة العلاج دائما أي شيء في حياتنا تمام لازم يكون بخطة فما بالك بمريض هينام يعني شبه منعزل عن العالم كله بأدوية تغدير يعني شبه يعني مش عايز أقول ميت هو مش ميت ولا حشي بس أنا يعني بالأدوية اللي أصطعها دكتور التغدير خليته منعزل عن العالم كله فاقد الإحساس وفاقد الوعي وفاقد الحركة تمام علشان أقدر أشتغل فلازم نحط خطة العلاج خطة العلاج الأول نعمل التحاليل اللازمة صورة الدم وسرعة النسف والتجلط زمن نسف والتجلط وزمن البرسرومبين ونعمل وصائف الكبد ووصائف الكلا ورسم القلب مهم جدا في هؤلاء المرضى ولو بيعانوا من أمراض مزمنة نتيجة السمنة نفسها في حد ذاتها ممكن يكون مريض ضغطة أو سكر فلازم أننا برضو أضمن أننا هزبططوه الضغط والسكر مع برضو دكتور ثالث طرف ثالث بقى هو اللي هو دكتور البطنة اللي أنا مش هقدر ولد الجراح السمنة يقدر يتدخل في مزجل لازم دكتور البطنة يزبطه الأول أو دكتور القلب عامل أساسي طبعا اللي هو عامل أساسي هو مريض بقى يعني لو عنده سكر عنده قلب عنده ضغطة هيبقى الطبيب المختص بالحالة اللي هو بيعاني منها لازم يكون متواجد لازم يكون متواجد في العمليات ولا لازم يكون متواجد لا مش في العمليات احنا بنبعد حاجة اسمها ريفير الليتر يعني خطات تحويل للزميل طبيب البطنة أو طبيب القلب بنقوله والله احنا عندنا هذا الإنسان أو الإنسان المحترمة اللي بابلغ من العمر قد كده تم إجراء عملية تكميم معدى أو تحويل مسار من فترة قد كده والآن لوزن ثابت ونحن نقوم بتجهيزه طبعا لإجراء عملية نحت أو شد للبطن مع الأرضاف أو واتفر يعني وهو الآن يعاني من ارتفاع في ضغط الدم بليز من فضل حضرتك تزبط لنا الضغط بتاعه قبل إجراء هذه العملية بيفضل معاه فترة مثلا أسبوعين أو حسب ما يشوف وبعد كده خلال ثابت بيروح لدكتور التغدير دكتور التغدير بيعد تقييمه مرة تانية ده مهم جدا برضو لأن دكتور التغدير لازم هو ده بقى بصي ده الدينامو في غرفة العمليات مش الجراح كمان الجراح بيبقى مفصل كل شيء قبل العملية عارف هيقص فين عارف هيعمل إيه والدكتور التغدير برضو بيكون فاهم الدنيا عارف يعرف المريض ده محتاجه عارف الجراح اللي بيشتغل ده محتاج إيه للمريض ده في هذه اللحظة علشان يوفرهوله علشان يشتغل بأمان ويكون سيف أو بيسموه السيف سيرجري اللي هي الجراحة الآمنة طب إحنا يا دكتور محتاجين نعرف الوقت اللي قبل العملية ده بيبقى قد إيه يعني مثلا لو موظف لو موظفة عايزة تعرف التجهيزات الوقت التجهيزات ده اللي هو التحليل والحاجات دي كلها بتاخد وقت قد إيه ما لهاش وقت معين هو زي ما قلتلك أهم من الوقت أنه إمتى أتدخل تمام يعني إمتى حتدخل أعمل دي زي ما قلت لحضراتك كده أنه وصل إلى وزن الزيرو بوينت ما عادش بيزيد في الوزن أصبح ثابت لفترة طويلة ثلاث شهور ستة شهور على الأقل وبعدين فيه وزن عنده هو فيه مخيلة أنه فيه وزن عنده زيت شوية عن المفروض يوصله تمام فبقول له والله الوزن الزائد اللي موجود أو المتبقي عندك ده هو عبارة عن التراهولات اللي موجودة فيه الجلد والتراهولات الشحوم اللي موجودة تحت الجلد في حد ذاتها هي دي الوزن الزائد فهنخش ونستقص لها هنجهز قد إيه زي ما قلتلك قبل كده على حسب المريض نفسه المريض ده عنده ضغط سكر طبيعي شاب أو فتاه لسه صغيرين في العمر كان عندهم السمنة لفترة السمنة لفترة قليلة تمام كل ده هو ده اللي بنحطه في الأقل دكتور طب احنا بنسمع أن بعد عملية التكميم دي بيحصل فيه نظام زي لعامل العملية دي اللي هو زي نظام ضايت بيمشي عليه أكل معين الحاجات دي هل ده فعلا بيحصل يعني بيبقى برضه وليه نظام بيخس عليه من ثلاث شهور لست شهور اللي هو بيجي يعمل فيه من نحت ده بيعمل رياضة بيعمل الحاجات دي كلها ولا ها ما بيبقاش محتاج أن هو يمشي على لايف ستايل وبيستنى بس الست شهور دول وبعد كده بيخش يعمل العملية بتاعت النحت لا ده هو أصلا من ساعة ما عمل عملية التكميم أو تحسويل المسار أو ونزل وزنه بالطرق التقليدية أو بالأدوية لابد أن يغير بسنوب حياته يعني مش معنى أنت عملت تكميم النهاردة وبنسمع كتير جدا النهاردة عمل تكميم وفضل سلاتين حلو وزي الفل وبعدها وزنه زاد تاني طب إيه السبب السبب أنه القصة كلها بيحنا بنشيل أو الجراحين السمنة بيشيلوا جزء من المعدة طيب حاجة زي السكريات مش بتحتاج حيز يعني الأكل التاني البروتينات والآخره بتحتاج حيز بتحتاج معدة كبيرة فأنا قللنا الحيز ده لكن السكريات ما بتحتاجش يعني العصاير الحلويات الجاتوهات بيأكل بغزار طب معنا حيزيت في الوزن المفروض أن أنت عملت عملية مرد بالمراحل ده كلها بالتكميم أو تحويل المسار أو فقدت وزنك بطريقة تقليدية أو بأدوية أو أتيفر يعني وبعدين أجريت حوالي ثلاث عمليات لتنسيق القوام ما ينفعش بقى أنك إنتت إيه تروح تاكل الحاجات ترجعت بوزر دنيا تاني لأن كمان بس مش قصة معدى وبس القصة أن الناس دول أو المريض السمنة اللي هو مرض وقافة العصر بيبقى عندهم الخلايا بتاعت جسمهم بتختلف حتى عن الخلايا بتاعت جسم الإنسان الطبيعي درجة استجابتهم للسكريات والحاجات دي كلها بتبقى أكتر أم عندهم شهو آآ آآ في جينات دي حاجة جينية يعني دي حاجة جينية مش الحب بس مش مجرد أنه يحب ما كلنا بنحب السكريات تمام القصة مش فيه أنه يحب أو بيكره القصة أن الخلايا نفسهم عندها استعداد أكتر لامتصاص أكتر أو للاستفادة أكتر من هذه السكريات فبالتالي الخلايا بتتنفخ أو بتزيد في الحجم تمام تمام يا دكتور هنطلع فاصل نرجع لكم تاني ونكمل مع بعض موضونا اشتركوا في القناة أهلا بكم مشاهدين قناة الصحة والجمال ورجعنا لكم تاني مع دكتور مصطفى مكي وهنكمل مع بعض أمليات نحت القوام احنا يا دكتور كان معينا حالة حضرتك كنت من دهالنا عايزين نتكلم عنها شوية ونعرف تفاصيل الحالة دي أكتر ايه اللي تم معاها ومراحل العلاج بتاعها وال ايه اللي تمت ازاي يعني هو كان أصلا وزنه قد إيه وخصبه قد إيه فمحتاجين نعرف أكتر عن الحالة دي تمام الصور معنا جاهزة يا جماعة هواي دكتور العملية دي بتاعت النحت القوام هي الصور معنا بتجهز دلوقتي احنا كنا عايزين نعرف العملية بتاعت نحت القوام دي دي ليها يعني المعايد بتاعها لو بدأنا مثلا بدري شوية عن المفروض يعني لو كنا مستعجليه لو كان العميل مستعجل شوية انه هو المريض مستعجل شوية انه هو يعمل العملية دي هل ده هيأثر عليه في حاجة بعد كده؟ بالتأكيد هيأثر عليه لأنه هو وده نقطة سؤال مهم قوي قوي يعني في بعض الناس بيبقوا مشتعجل هو ما صدق ان وزنه نزل تمام؟ بالظبط فبالتالي بقى ايه عنده شراحة انه عايز بسرعة كده يخلص لا القصة خاصة ان الستات طبعا طبعا بالتأكيد فالقصة انه طيب انا لو عملتلك عمليا نهارده وانت وزنك لسه بينزل هاي شدت بطن النهارده والوزن لسه بينزل والتراهولات لسه بتزيد فبالتالي توقعي نقول لها توقعي انه التراهولات ممكن يتبقى جزء منها يعني ممكن تبقى ايه مش هتزيد يعني سيدتراهولات مثلا عشر سنطين شلنا احنا العشر سنطين تمام لو الوزن لسه بينزل هيحصل فيه تراهولات حوالي 3-4 سنطين السور معناه دكتور اهيه لا دي صورة مثلا استقصال 12 كيلو من بط وضهر واحد من المرضى اللي يعني تعملوهم زي اللفت الحزام الحزام تمام وزي ما ده الجزء اللي تحت السورة وجزء من الجناب تمام دي الحالة تانية اللي هي التراهولات اللي تحت البطن دايلة اللي فوق دي كده اللي هي بتاعت السورة احنا الدرده لها طريقة معينة بنعملها بنرسم بنقور السورة بطريقة معينة وبنحافظ على وجودها خاصة بالنسبة للستات محتاجة وجود سورة علشان شكل الجمالي للبط تمام وبنشد الجلد اللي فوق لغاية تحته وبعدين بنفتح للسورة مكان في مستواه الطبيعي تمام تمام والجرح بيبقى فيه الخط بنحاول نخليه في خط معين اسمه بيكيني لاين تمام سواء كان في البطن وبعدين اول اللي هو هبنعمل نظام الحزام اللي هو بنشد البطن مع الاجناب مع الافخاد من الداخل مع الضهر وبنرفع المؤخرة اللي بيحصل فيها سقوط يعني كل الشحوم وكل الحاجات دي كلها بتظهر كمان بعد عملية التكميم وبعد عملية بعد ما بيخص يعني هو المفروض ان هو عمل تكميم وعمل لايف ستايل عشان يخص فيه لحد ما يوصل للنحت القوام برضو بيبقى فيه كل يعني حضرتك بتقول الوزن 12 كيلو اللي طالع منه اه طبعا ما هو ده الوزن الزايد ده الوزن الزايد اللي موجود وزي ما قلت لك بس دي بتختلف زي ما قلت لك عن المريض اللي عمل تكميم يعني مثلا ده عمل تكميم زي ما حضرتك شايفة كده طبعا احنا بنخفي وجه العيان حفاظا على خصوصياته تمام لكن زي ما انت شايفها الأزرع فيها ترهولات شوف الدراع الشمال لا نرجع بس للصورة التانية لو سمحتك نرجع للصورة يا جماعة شوفي السد ده صورة شوفي الشعر اللي موجود ده ذكر يعني رجل شوفي الشعر اللي موجود في السدر والترهولات اللي موجودة في السادي قد ايه شوفي البطن هو عنده بطنين اتنين يعني بطن فوق فوق السرة وبطن تحت السرة طبعا فيه كمان ترهولات في الإجناب وترهولات في الظهر بصورة كبيرة جدا طبعا احنا ما جدناهاش علشان يعني احنا ما نفعش نعرضها على شاشات تلفزيون يعني بناه الأماكن معينة فقط للإضاح مش أكتر من كده يعني تمام يا دكتور ممكن نقلب الصورة نقلب الصورة كده ده مريض آخر المريض ده بقى يعني مش بس ترهولات يعني ترهولات وإن كانت الترهولات خفيفة بس هو عنده شوفي الجلد نفسه لو قربت من الصورة هتلاقي حتى شكل الجلد وامرونة الجلد والخطوط البيضة بسمها الاسترايا الموجودة في الجلد موجودة بغزارة تمام ويبقى شكلها إلى حد ما مش مقبول ده رجل يعني مش ممكن هيتحمل إنه يبقى بهذه الصورة بعد عملية التكمل بالزبط يا دكتور تمام يا دكتور طب إحنا نرجع تاني للسؤال بتاعنا اللي هي العملية إمتى بتتم العملية بتاعت النحط دي إحنا قلنا إن لو المريض استعجل في الموضوع ده الدنيا معاه هتبقى يعني مش هياخد النتيجة اللي هو عايزة طيب إحنا لو اتأخرنا ولا هي عادي مفتوحة معنا لو اتأخر مفتوحة ما فيش مشكلة خالص بس هو غالبا ما بي حينتظر ليه يعني وخاصة إنه السمنة بوقت منتشر أكتر في سن الشباب فبتجي البنت تعمل العملية التكميم أو أو بتخس في فترة قبل ما تتزوج تمام تمام فبتترهل كتير فبتبقى عايزة تعمل العمليات دي وعايزة تعملها ده أكتر فئة أو مستعجلة عايزة تعملها قبل ما تتجوز تمام فدي بنعمل لها طبعا يعني العملية وبنعمل أكتر من منطقة ودي زي ما قلت لك بقى ده جزء من خطة العلاج احنا جاهزنا المريض طب بإيه اللي هنعمله ما هو عنده تراهلات في وشه وعنده تراهلات في الدراع وعنده تراهلات في صدره وبطنه ويومي الأخير الجسم بنقسمه إلى مناطق الوجه الواحده الواحده وبعدين الصدر مع الدراع الواحده ثم البطن الجزء اللي هو الترسه تمام بنسميه الواحده ممكن بنعمل شد الأزرع مع شد الصدر أو إعادة يعني نقدر نقول إعادة تفصيل السدي لأنه مش بس الشد ممكن نعمل زي ما قلت لك حشوة سيليكوم بالنسبة للسيدات تمام في ديف مرحلة المرحلة التانية بنجي نعمل البطن مع الأفخاد مع الجزء اللي هو الحزاب ده في المرحلة التانية بنشيل جزء كبير جدا من التراهلات طيب في المرحلة الدية هل ممكن أعمل حاجة ما تبقى من المرحلة الأولانية أه ممكن يعني لو شوية فيه بس أثر جرح كده مش مقبولة ممكن بترقى بسيدة جدا أعمل لها تهزيم لأثر الجروح بتاعت المراحل السابقة تمام تمام ممكن بقى يجي الفاينال تاتش بتتميه يعني لو جروح بسيطة كده منتشرة في أكتر مما كان ممكن أعمل لها تهزيم احنا معاينا صورة للعملية اه يعني برضو دي نقطة بقى الصورة ده بقى مهمة جدا تمام وتأملي فيها وعايز الناس تفهم هذا الموضوع الجراح ما هواش ساحر جراح التجميل أو جراح التنسيققه ما هو الساحر تمام لازم تفهم أو يعني كون عندك في دماغك أو كمريط سمنة أجريط عملية عشان تنقص وزنك مفهوم مهم جدا انت تخلصت من السمنة التي هي أخطر والتي تؤثر على جميع جهزة جسمك تؤثر على القلب وما إلى ذلك والكبد والكلام تمام أصبح عندك تراهولات أنا هشلك هذه التراهولات بس خلي بالك لازم تضع في الاعتبار أن فيه أثار جروح يعني فيه شوية أثار بتبقى موجودة طيب هل الأثار دي مشكلة كبيرة؟ لا مهيش مشكلة أنا تخلصنا لك يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال تكون أثار هذه الجروح وشكل جسمك المورفولوجي بتاع جسمك يعني شفت شكل الجسم مشدود بزبط مشدود تمام لا يمكن تكون هذه الجروح تمام تقابل أو تغنيك أنك أنت ما تشيلش التراهولات اللي هي شكلها مش حلم مش مقبول مش عايزة أقول شكلها غبي طب يا دكتور ملهاش علاج يعني ملهاش تجميل الجروح دي مش ممكن نعمل عملية تجميل لها تختفي؟ طبعا التكنولوجيا تقدمت كتير جدا دلوقتي مجهزة الليزر أصبحت أنواع تمام الكلمات اللي بتستخدم الكلمات اللي بتستخدم لعلاج ندبات الجلد أصبحت كتير وده حضرتك طبعا بتعمله عندك في المركز طبعا عندنا نشتغل كومبو نشتغل الناس معها ده كثرة متخصصين دكتور تغذية دكتور جلدية تمام تشتغل الليزر والله لا ده ده يخش في المرحلة دي يعمل جلسات الليزر علشان يحسن أثار هذه الجروه طب يا دكتور هو حضرتك بتقولنا أن العملية بتتم على مراحل يعني المريض بيدخل يعمل كل عملية لوحدها الجزء بتاع الوجه جزء السد جزء البطن ده كل عملية لوحدها ما ينفعش يعمل كل العملية دي في وقت واحد لا ما ينفعش أنه نعمل أشد الجسم كامل في وقت واحد تمام لأن ده خطر كبير جدا وطبعا فيه إعلانات للأسف هي فقط جاذبة تمام هي إعلانات جاذبة يعني يستطيع أن أقول أنها كاذبة خلينا نتكلم بسرعة الأمانة مع المريض مهمة جدا الأمانة ثم الأمانة ثم الأمانة هتوافق يعني تعمل عمدي وأنا أمين معاك وبقول لك كده تبقى للمراجع العلمية تبقى للحاجات الاستندر ما ينفعش نعمل حاجات مش استندر تمام أهلا وسهلا بيك عايز أنت تنجذب للإعلانات الزايدة عن اللازم والمبالغ فيها تفضل مش عندي ما ينفعش أولا هو عنده تراهلات في أرحاء متفرقة من الجسم فما ينفعش برضو إن أنا أعمله كل حاجة من دول في مرحلة واحدة ما ينفعش أقول له مثلا هشد دراع أو هقول أو أقول لها هشد دراعك في المرحلة ده والمرحلة التانية هنشتغل على السادي والمرحلة التالية أو التالت هنشتغل على البط ثم المؤخرة كده المريض هيزه طبعا يعني لا كتر العمليات ده في حد ذاته دي مشكلة لكن بنشتغل منطقتين ثلاث مناطق مع بعض التي يعني اللي يسمح به تمام والمتفق عليه عالميا لأسباب كتير جدا أولا الجراح لو هو بيشتغل كل الجسم ده في نفس المرحلة هيتعب وبالتالي مش هيدي نتاجك كويسة طب يا دكتور حضرتك احنا تكلمنا على الجزء بتاع الجسم ما تكلمناش على الجزء بتاع الوش اللي هو أهم حاجة اللي هو بيبقى ظاهر للناس كلها فمحتاجين نعرف من حضرتك ايه هي يعني العمليات ايه اللي بتتعامل للوش ايه اللي بيبقى محتاجه أكتر ايه اللي بتركز عليه مع العميل أو مع المريض عشان يطلع راضي عن نفسه بعد كل اللي شايفه كويس هو سؤالك مهم جدا لسبب لإنه الاتنشن أو الانجزاب للمريض اللي هو عنده تراهولات بتروح أكتر للأماكن اللي تعباء الأماكن المغطاة بالملابس لكن عادة بيخلي الأماكن الظهرة اللي هي الوجه للآخر لإنه بتبقى الأماكن دي يعني أكثر تعب عليها خاصة لما بيقف قدام المراهة وبيشوف ايه بيشوف نفسه بزرعة الوجه طبعا من ضمن الحاجات مش كل الناس بيحصل لهم تراهولات شديدة في الوجه يعني فيه ناس بيبقوا مليانين أو الوجه بيخس بيبقى بشكل مناسب بيبقى الجلد إلى حد ما بيخس بطريقة مناسبة أو متناسقة مع فقدان الدهون اللي موجودة في الوجه لكن فيه ناس بيبقى عندهم شحوب غير طبيعي يعني شحوب في الجفون العلوية والسفلية عندهم شحوب وضمور في منطقة الوجنة عندهم شحوب في هذه المنطقة منطقة الخدين تمام؟ عندهم تراهولات أو لغت واضح جلد زيادة فبالتالي بيحتاج إلى تدخل تدخل إيه بقى؟ الفيز بقى بقى هو من الحاجات اللي أنا ممكن أعملها كلها في مرحلة واحدة بيختلف عن بقل الجسم طب يا دكتور أنا كنت عايز أقال حضرتك على حاجة هو ممكن عضم الوجه يبقى محتاج أن أنت تقلله بعدما المريض يخس يعني ده ممكن يبقى فيه فيه حالات ظهرت لحضرتك كده لا مش نقلله يعني أو يبقى فيه زي نحت كده للوجه ده نادراً نادراً أو إن إحنا مثلاً ممكن نالجئ كده ومش للمريض اللي هو ده لأنه أصلاً عنده دمور حتى في العضم في كل شيء كل حاجة بتخس أوه طبعاً فده بيحتاج حاجة اسمها أجمنتشن يعني إضافة مش إن إحنا نشيل هو بيبقى فيه ناس بيبقى مخيلتها يعني يا معتقدة إن أنا عضم وشي كبير عشان هي مليانة طبعاً فمتخيلاً إن ده بيبقى عشان عضم وشيها كبير فبتقول أنا بعد ما خصها هيبقى وشي كبير راسي كبيرة عن بقية جسمي فأنا يعني حبيت توضح لهم أكتر إن لا ما فيش الموضوع ده من حضرتك لا ما فيش وبعدين الوجه له أشكال مختلفة يعني فيش الشكل البيضاوي والشكل اللي هو الشكل القلب تمام بتختلف من إنسان لإنسان تمام يا دكتور طبعاً إحنا كنا عايزين نسأل حضرتك إن العملية نحت القوام دي ديت بيتها ترتبط بسنة معين يعني حضرتك بتقول إن البنت مثلاً قبل الجواز تتجاوز بسن 18 سنة والحاجات دي يعني بنشوف بنشوف وارد إن ما بقاش يختلف دلوقتي ما بين المدينة وما بين الريف في حوار الجواز ده في بنات بتتجاوز إنها صغير وعايشين في المدينة فده بيبقى لي علاقة مرتبط بالسن بتاع يعني المريض قبل ما بيعمل العملية ولا لا هو السمنة السمنة غالباً بتبقى مع الإنسان منذ الصغر غالباً تمام بتلاقي فيه أسر كاملة عندهم سمنة بيجي بعد كده بنشوفها بتيجي تعمل تنسيق قوام وفجأة بتجيب لنا أختها أو بتجيب لنا أخوها أو ما إلى ذلك فهي غالباً بتبقى مرتبطة من بدل السمنة اللي بتيجي بسنة متأخر دي بتبقى نادرة جداً يعني وعادة المريض يعني حتى جراح اللي هما السمنة ما بيلجأش إنه ممكن يعمل إنه يعمل له عملية تكميم نظرة لخطورة الموضوع وكمان استجابته للعملية لكن أغلب المرضى اللي بيجي يعمل له تنسيق قوام بعد عمليات البرياتريك سيرجيري أو التكميم أو ما إلى ذلك بيبقوا عادة في متوسط العمر يعني حوالين التلاتين يعني أصغر عشر سنين أو أكبر عشر سنين بيبقوا في هذه المرحلة تقريباً يعني تمام طب يا دكتور إحنا كنا عايزين نعرف من حضرتك إنه لو مثلاً مريض سمنة أو يعني مش عايزين نقول إنه هو وزن كبير قوي بس هو مش حابه بيعمل عمليات تكميم ومش عايز يخص بس هو عايز يعمل نحط قوي ده ممكن يتم تمام ده بقى مرضى تنين مختلفين تماماً عن المرضى اللي هم الماسف ويتلوس بوبيوليش هلقلنا عليه مليان وعايز يعمل شفط دهون ومتخين لشفط دهون هيخصصه تمام قولاً واحداً عمليات شفط الدهون ليست لإنقاص الوزن شفط الدهون يساعد من العوامل المساعدة لإنقاص الوزن ولكنها ليست لإنقاص الوزن اللي بقى الدهون دي أنا باعتبرها مخزون الطاقة في الجسم يعني لو تخيل أن أنت عندك ديكروم في تلاجة تب كل شوية بتطلعي تكلمين أو تمام الدهن نفس القصة لو الإنسان عمل يعني إنقاص وزن أو حاول ينقص وزنه بريجيم طول ما الدهون دي كتيرة هتبصت تلاقي الأمر صعب عليه وخصصات الدهون بس مش موجود تحت الجلد لأ ده الدهون موجودة حوالين أجهزة الجسم حوالين أقلم في دهون حوالين المخ حوالين الكبد حوالين الطحار حوالين المعدة حوالين الأمعاء منديل البطن ده بيوزن كتير جداً تمام طيب أما بيخس أو بيقلل وزنه بالريجيم ينقص الدهون اللي تحت الجلد الأول تمام تمام وخاصة في الأطراف تلاقي وشه بيخس أو وإيده بتخس أو فعلا ويتلاقي لسه جسمه مليان جسمه مليان تمام فبيجهد نفسه كتير قوي علشان ينزل فبالتالي أنا بساعده كالجراح تجميل إن أنا بشيل الدهون اللي موجودة تحت الجلد بساعده يعني بشيل الجزء من مغزون هذه الطاقة بالتالي ما يعمل ريجيم هيبقى الموضوع أسهل بالنسبة هيبقى الموضوع أسهل بالنسبة بس برضو فيه نقطة مهمة الفريدي المريض عنده سمنة مفرطة عنده يعني البيزا ميتابوليك ليت اللي هي وزنه ماشي متعدل لأربعين ما ينفعش فيه شفط دهون لازم يعمل تكميل لازم يعمل طريقة أخرى تمام؟ لكن اللي هو وزنه متوسط عامله سمنة موضوعية فيه ناس بيبقى وجسمها إلى حد ما معقول بس عندها سمنة في الأرضها أكتر في البطن أكتر في الأفخاد أكتر في الظهر أكتر في الحالات اللي زي دي اللي يسننا الموضوعية لو بنسميها إحنا localized lipodystrophy تمام؟ بنشفط هذه الأماكن المعينة بناخد الحتة اللي هي أصلاً فيها دهون زيادة وبنأخدها بنقللها عشان نساعد المريض بعد كده إنه لو عايز يخس أو يعمل رياضة الموضوع بالنسبة له هيكون بنقوله حتى لو فيه شوية ترهولات خفيفة بنقوله إلمس المشد ثلاث شهور على الأقل ست شهور اعمل رياضة امشي اتحرك إشرب مياه كتير الجلد ده وخاصة في السن الصغير بيبتدي إيه؟ يقل في الحجم تمام السن الصغير عشان خطر لنتاج الكولوجين بيبقى تقريباً أزياد شوية أزياد عمليات التمثيل حتى بتبقى سريعة أو فبيخلي إن الجلد يكون أكتر يعني شباب أكتر بيجدد نفسه أسرع أيو جلدي شبابي أو فده بيجدد نفسه أكتر يا دكتور إحنا كنا عادينا نسأل حضرتك على حاجة إن دلوقتي المرضى لما بيروح مثلاً للدكتور عشان خاطر يعمل نحت القوام اللي هما مرضى التكميم بيقوله لا إحنا مش هنشتغل غير لما يبقى وزنك مثالي هو لازم المريض يوصل لوزن مثالي طبعه أنا لو وصلت لوزن مثالي من ثلاث شهور لست شهور بينزل فيها إحنا محتاجين لا مش بينزل لا هو فيه لابس بس في الموضوع أي محتاجين بقى حضرتك توضح لنا اللابس ده عشان ده سؤال جالنا وإحنا عايزين نعرفه عمل عملية التكميم النهاردة تمام نزل 30 كيلو تمام مثلاً أصبح 30 كيلو اللي نزله دولها سبتين لغاية 6 شهور فيما بعد يعني بتاريخ اليوم بعدها ب6 شهور وهذا الوزن السابت لا يتغير تمام ولكن ما وصلش للوزن اللي هو عايزه تمام هو فيه ووزنه نزل وشكل المورفولوجي بتاع جسمه تغير تمام ولكن عايز ينزل أكتر تمام بقول له خلي بالك الوزن الزايد 10-15 كيلو الزيادة دول تمام هما دول الترهولات اللي موجودة ما هي الترهولات دي في الهوى آه فلما بشيلها بالتالي بقلل كمان الوزن قال إنها بتبقى أصلاً عاملة وغضة وزن زيادة على جسم المورفولوجي يعني وغضة وزن زيادة على السكيلتون اللي هو الجهاز اللي هو العظم بتاعه جسم الإنسان اللي هو العظم والعضلات يعني ما هو الدهن والجلد ده يعني زي الطبقة الخارجية اللي ايه اللي مفروضة على الايه على العضلات والعظم طيب لو هي مترهلة وفي الهوى ما هي بتوزن ما هي تبقى أخضى معاها وزن حتى تبقى أخضى معاها وزن فبالتالي أنا بس تأصل هذه الأوزان الزيادة الموجودة في الترهولات أو الشحومات الزيادة تمام لأن القصة مش دهون وبس فيه شحوم في فرق بين الشحوم والدهون الدهون دي حاجة زي السملة متفتتة كده إنما الشحوم دي اللي هي زي الشغط بنسميه بالبلد كده الشغط اللي بنكله في اللحمة أيو أيو تمام دي بتوزن كتير جدا دي ما ينفعش يفع شفط وهو دي بقى القصة كلها دي سؤال تاني يعني فيه ناس بسأله كتير عنده ترهولات شديد كده ويقول لك أنا عايز أعمل شفط دهون ما ينفعش شفط دهون لأن انت عندك الجلد مترهل الشحومات دي موجودة دي ما بتتشفتش دي طبقات طبقات كده دي لازم تتشيل لازم تستأصل تمام مش تتشيل أو مش تتشفت الدهون فقط هي اللي بتتشفت الدهون هي بس اللي بتتشفت إنما لازم الشحوم والحاجات التانية اللي موجودة دي تستأصل أصلا عشان خاطر ده هيفرق كتير جدا معينا في الوزن طب يا دكتور هو أغلبية المرضى بيقولوا لا إحنا مش عايزين نعمل نحط كوم إحنا هنمشي رياضة هنعمل رياضة عشان نشد جميل نشد التراهولات دي جميل ده طبعا عايز له كم سنة عشان يفصل ولا كم سنة ولا عمية سنة أيو صح يعني ولا مية سنة إحنا محتاجين حضرتك تقولهم كده لا ما ينفعش أصل بصي هو خلاص الكولاجين اللي موجود في الجلد كمان ضعيف أو بسبب قلة الأكل أو يعني كمية الأكل اللي دخلها للجسم بيت أقل أو يعني كمية الدخ نوعية الأكل ومعقوة امتصاص الأكل والفيتامينات المطلوبة عشان الكولاجين ده يتم تحفيزه وإنتاجه مش موجودة تمام أو يعني موجودة بالنسبة أوليلة جدا فبالتالي الجلد ده المترهل الرياضة ما تشدش الرياضة تشد إمتى والأجهزة الرياضة دي يعني سنين زي ما أنت بتقول لكن في أجهزة في أجهزة إلى حد ما بتشد شوية بس بتشد الحدود أه برضو مش هتبقى نفس النتيجة ونفس الكفاءة بتاعة عملية نحت القوم اللي بتتم بعد التكميل ده أنا بشد الجلد أو بقص الجلد الزيادة ويجي بعد فترة كده ببص لقى الجلد خلي بالك عند بعضهم الناس دول أو الإخوة اللي بيفقد وزن كتير تلاقي شوية ترهلات فقدة تلاقي جلده إيه خاصة بيشده تلاقي وهو واقف كده استاتيك ما بيتحركش شكل الجلد كويس وماشي مع تدورات الجسم لكن بيشده زي الأستيك كده آه تمام فبيجي قولت أنا يعني جلدي مش عارف يعني لسه آه لأ هو جلدك مشدود بس هو عشان الجلد ضعيف في الحالة دي بقى بنقويه بس بدون قص بنتقويه ازاي بقى دي بقى دور الأجهزة الجديدة وخاصة أجهزة الفيزر والليزر أو يعني ده بيتعمل بأجهزة مش بأكل أو بنظام مش أجهزة تتعمل في العيادة مش في العيادة مش في العيادة أجهزة الفيزر والليزر دي أجهزة جراحية لازم بتعملها في غرفة العمليات بندبنجي بنخدر مطاقة حتى له موضعي تمام تمام ويكون المريض صاحي وواعي ومتفاعل معنا ويبنخش تحت الجلد بإبرة معاناة بنخلال فتحة بسيطة جدا كده تنين ميلي بنخش بنعرض الجلد الداخلي ده الحرارة عالية جدا توصل إلى سبعين درجة أو خمسين درجة مقوية تمام وبالتالي نفس فكرة قطعة اللحمة قطعة اللحمة دي لو عرضتها الحرارة إيه اللي بيحصل فيها بتكش بتكش في الحاجة هو الجلد نفس القصة في نفس الخاصية بعرضوا الحرارة فبالتالي بيقل وكمان الكولاجين بيزيد فنوعية فنوعية الجلد ومرونة الجلد بتزيد طب يا دكتور إحنا محتاجين نعرف من حضرتك بعد العملية إزاي المريض يحافظ على العملية إزاي يحافظ على الوزن ويحافظ على كل حاجة وصلها فمحتاجين نعرف من حضرتك نصايح كده للمرضى دي وإزاي هو يعمل ده لا إزاي هو يعمل ده هو يعني كان عنده تجربة سابقة مريرة خلاص مع السمنة وقلنا إن هي مرض ومرض عضاء فلابد إن يكون عنده المفهوم إنه يحافظ على نفسه يحافظ على نفسه زي يعني يحافظ على العمليات اللي عملها تمام يغير أسلوب حياته لو هو من النوع الشره الشره للحلويات التي لا تحتاج إلى ساعة في المعدة تمام؟ في عمليات في المعدة معينة اللي يعني تحويل المسار هي دي بقى هيحتاج دي من البداية دي بقى دور جراح السمنة في الأول لما بيجلس معاه أنت بتحب الحلويات وكأنه لأنه يتعمل لك تحويل المسار ما عمل لكش تكميم معنى ما قصتش تمام ده اللي هو أصلا من الأول مع دكتور السمنة الأول من البداية كده تمام تمام بعد كده هو عمل تكميم وعمل شد ترهولات ومازال عنده عايز وغد بالك يأكل زيادة عن لازم لأ تغير أسلوب حياتك بدل ما كنت بتاكل آآ آآ ثلاثة وجبات لأ كل يا سيدي خمس ستة وجبات امشي مع حد تغذية في دلوقتي نظام غذاء نظام غذاء تخليك تاكل كل شيء بس بكميات محدودة بكميات محدودة وبطريقة معينة بحيث أن جسمك يحرق هو ده دور طبيب التغذية الصحيح اللي هو يعني يقول له خلي الخالات تاعتك تستفيد من الأكل اللي انت بتاكله بحيث ما تخليكش تمرض أو يكون عندك سمنة ما يزيدش تاني وزنه تاني بالشكل المبالغ فيه ويرجع تاني لأن مريض السمنة أصلا حتى بعد عملات التكميم في حالات كتيرة قوي بترجع تاني مش كتير أول حاجة بس في حالات بترجع في حالات بترجع بترجع تاني تتخن يعني في الآخر بيقولوا إن الدكتور عملاته فشلت معينه بيبقاش سبب من ده كثرة لا بيبقى غالب بما هو سبب بص ما هو دي من البداية دايما زي ما قلنا أول حاجة إيه خطة العلاج خطة العلاج إن احنا بحطين الخطة صح يعني ما بيجي تروح لجراح السمنة بيشوفه من البداية بيقعد معاه تمام انت من الناس اللي هم عندك شرح للأكل وعندك شرح الحالات والكلام ده كله ليك عملية الفلانية ما عندكش هذا الكلام يبقى انت ليك العملية التانية تمام ويكون طبعا هو عنده أو كجراح يعني مقدرة انه يعمل العمليات المختلفة فيه ناس بتعمل بس حزاب للمعدة أو يعني هي بتختلف من كل ده يعني متركز أكتر حاجة على دكتور السمنة في الأول خالص السمنة وما يجلس مع الطبيب وما يجلس مع المريض ويفاهمه والمريض زي ما قلتلك عايز واحد يكون فاهم مش يعني نقصني في الوزن وخلاص يلا شد لي التراهولات وخلاص ما تنفعش هذا الكلام احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور النهاردة على الحلقة وبنشكر حضرتك على المعلومات دي كلها وبنتمنى ان يكون مشاهدينا استفادوا معنا النهاردة وان شاء الله نشوفكوا في حلقة جديدة من برنامج طبيب الصحة والجمال انتظرونا شكرا جدا اشتركوا في القناة